اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نأخذ حلقة خاصة بالهمزات كلمات املائية كلها بتتحدث عن الهمزات المتطرفة والمتوسطة ماشي؟ والهمزة التي تأتي في بداية الكائمة وكل قواعد الهمزات قبل ما نبدأ على بركة الله بنقول شوية حاجات كده مهمين جدا ايه هما الحاجات بقى المهمة؟ هقولك عليها حالا دلوقت نبدأ نرسم الاول سلم الهمزات اللي حضرك لازم ترسمه بنقول انه سلم الهمزات بالشكل ده سلم زي ايه سلم؟ اعظو اعظو انه هو واضح كويس جدا يعني سلم الهمزات ده قلبي بيتكلم عن ايه؟ بنقول ركز معي بقى واكتب معايا السلم ده بس قبل ما نكتب عايز اقول لها حضرك على حاجة الهمزات فيها القوي والمتوسط والضعيف القوي والمتوسط والضعيف اقوى همزة هي الهمزة التي ترسم على نبرة او ياء او كرسي طبعا كل دولة لها نظام في النطق بتاعها انما هي نفس النظام دي اسمها يا نبرة ودي اسمها نفسها برضو اسمها كرسي ودي اسمها ياء اقوى الهمزات هي الهمزة التي ترسم على الايه؟ على هذا الشكل طيب احنا قلنا فيه اقوى وفيه اقل وفيه اقل وفيه اقل خالص اللي اقل من القوي ده اتنين الهمزة التي ترسم على واو اقل منها على طول يعني احنا لو قلنا ده الاب او الجاد ده الجاد يبا هنا الاب هي اللي ترسم على واو اقل من الاب الابن اضعف من الاب ترسم الهمزة بتاعته على الاف الابن اللي اقل منه ابنه اضعف واحد ترسم على الصدر يبا عندي اربع اشكال للهمزة همزة ترسم على نبرة وهمزة ترسم على واو وهمزة ترسم على الاف وهمزة ترسم على الصدر الحاجات التي شرحناها كتير جدا بس احنا عشان ناخد الحلقة دي ان شاء الله لازم نعمل تست اختبار السريع كده للمعلومة القديمة او السابقة اربع انواع الهمزات الهمزة لا شوف مفيش همزة بتخرج عن الحاجات دي يا اما على نبرة يا اما على واو يا اما على الف يا اما على الصدر متى ترسم الهمزة على نبرة ومتى ترسم الهمزة على واو ومتى ترسم الهمزة على الف ومتى ترسم الهمزة على الصدر اليوم بقى النهاردة ان شاء الله اولا احنا هنتكلم فيه بس قبل نتكلم هنرسم بقى سلم الهمزات هنا رسمنا السلام هنكتب بقى أقوى همزة إيه ها الكسرة إيه الكسرة دي أستاذ الهمزة تتبع الحركات وأقوى الحركات الكسرة واللي أقل منها شوية أضمة يبقى الكسرة أقوى الحركات بعد كده أضمة واللي أقل من أضمة إيه الفتحة واللي أقل من الفتحة حركة السكون السكون ليس بحركة إنما هي علامة وقف السكون السكون يبقى احنا ابتدأنا كده كويس خدنا الكسرة أقوى الحركات أضمة أقل منها الفتحة السكون مش فاهمية يا أستاذ باللي أنت عملوا حاجة هقول لك أهو ترسم الهمزة على نبرة إذا جاءت مكسورة أو ما قبلها مكسور إذا جاءت مكسورة أو ما قبلها مكسور وترسم الهمزة على واو إذا جاءت مضمومة أو ما قبلها مضموم وترسم الهمزة على ألف إذا جاءت مفتوحة أو ما قبلها مفتوح وترسم الهمزة على السطح إذا جاءت ساكنة أو عليها أي حركة وما قبلها ساكن ترسم على السطح وهناخد أمثلة حالاً دلوقتي بعد ما نكتب بقى إيه الكسرة إذا الهمزة بتاعتها على نبرة أهي الضمة الهمزة بتاعتها على الواو الفتحة الهمزة بتاعتها على الألف السكون الهمزة بتاعتها على السطح تمام؟ نمسح دول كده ونبدأ ندي كلمات بقى اقرأ معاي واكتب معاي اكتب لك كلمة إيه السماء كلمة إيه هكتبها وحالها السماء نكتب كلمة السماء ولا ناخد كلمات ناخد كلمات كتير اكتب لك كلمة السماء أخدهم بقى فرقة كده عشان نقدر من إيه نراجع معاهم مع بعض إن شاء الله السماء السماء أنا أكتبها معاكم هاي اكتب لكلمة القائمة خلاص اكتب لكلمة القراءة اكتب لكلمة القارئة اكتب لكلمة المسؤول اكتب لكلمة شيئين اكتب لكلمة اكتب لكلمة شيئة كلمة سائل عائد شئون شئون جائر قائل دعاء قراء أخذنا كم كلمة واحد اتنين دلاث اربعة خمس ست سبعة امانية تس عشر عشر اربعة اربعتاشر كلمة اربعتاشر كلمة اخذها هم هنكتب منهم تقريبا الاربعتاشر دول فيهم كل كل قواعد الهمزة هناخد اول كلمة بيقول اكتب لكلمة ايه السماء اتمنى لك تكون كدبتهم او ممكن هملهم لك تاني دلوقتي السماء القائمة القراءة القارئ المسؤول شيئين شيئ هنطيف علوم كلمة شيئان سائل عائد شؤون جائر قائل دعاء قراء خمستاشر كلمة ان شاء الله هنحاول نكتب منهم الاول كل قواعد الهمزة هناخد اول كلمة ونشوف القاعدة بتاعتها دول ايه السماء اولا كلمة السماء لما تيجي تكتبها ركز قبل الهمزة تكتب الكلمة ازاي كيف تكتب الكلمة كتابة صحيحة تستمع الى الكلمة مرة واثنين وثلاثة وتنطق الكلمة مرة واثنين وثلاثة تعيد الكلمة مرة واثنين وثلاثة بعد ما نعيد الكلمة مرة واثنين وثلاثة ايه اللي بيحصل نبدأ نقسم الكلمة تقسم الكلمة تقسم الايه الكلمة تقسم الى ايه مقاطع صوتية والمقطع الصوتي هو حركة الصوت صوت خرج من الفم فكلمة السماء مش صوت واحد لا ده قال اس اذا صوت والرجل ايه الس صوت ما صوت أو الس ما أ أ هتلاقي خرج خمس اصوات من الكلمة الس الالف والس الس 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 التانية نطقت لوحدها ما الم من نطقة لوحدها مع البد بتاعها أو الهمزة ركز معي كويس جدا عند الهمزة متوسطة ومتطرفة وتأتي في بداية الكلمة تأتي في بداية الكلمة زي كلمة أحمد أشرف أذهب أقرأ ألعب دي همزة تأتي في بداية الكلمة وبكل سهولة بنعرف نحلها اعنى قصتنا في الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة هكتبها علي إيه سهل جدا هلوث كلمة السماء الس نطق للألف ونطق للس مرتين اتنين الس الس طالما نطق للألف مفتوح ونطق الحرف اللي بعد الألف متكرر مرتين اتنين يبقى الكلمة هنا الساز الفاضل فيها لام لام ايه هذه لام هي لام شمسي هي اللامة التي تكتب ولا تنطق الس الس أي كلمة بقى الس الس الت الر اي صد بك اي كلمة بشكل اه يبقى ألف ولام وت ألف ولام ورا ألف ولام و س الس الرجل الر يبقى ألف ورا مرتين يبقى ألف ولام ورا أس يبقى ألف ورا مرتين ما يقولش ايه أس مر أس مر تكتب لي ألف ورا مرتين لا هو قال لي ايه أس مر نطقل السين مرة واحدة فقط يبقى مفيش هنا لام خالص اللام امتى تكتب اللام الشمسية اذا نطقت الكلمة او بدأت الكلمة نطقها بألف مفتوح علي فتحة من الكلمش على همزة ألف مفتوح آ وينطق الحرف بعده مرتين أس يبقى السين هنا مرتين أهي أس قال لي أس ما 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 ركز في الكلمة اللي المعلم قالها وقررها زي ما هو نطقها بالظبط ولما تكتبها تكتبها زي ما انت قررتها بالظبط ما ما بقولش السماء ما ما لا ما يبقى مين مد بالقلب على طول ما السماء أو 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 السماء السماء أو أو الهمزة مضمومة يا أستاذ ترسم الهمزة على ووق إذا كانت مضمومة أو ما قبلها مضموم صح لكن الهمزة هنا ايه متطرفة يعني جاية في نهاية الكلمة وقبلها حرف ساك المد ترسم الهمزة على الصطر يبقى ترسم الهمزة على الصطر ولا يشترد معرفة الحركة التي عليها عليها فتحة عليها كسرة عليها ضمة ولا يلزمك في حاجة ترسم الهمزة على الصطر إذا جاء قبلها ألف مد ألف مد أيوة إذا جاء قبلها ألف مد ولسا نقول حاجة تانية يبقى ترسم الهمزة على الصطر إذا كانت همزة متطرفة متطرفة وجاء قبلها ألف مد خلص كلمة السماء ناخد حاجة تانية عن الهمزة خذنا الهمزة المتطرفة التي يسبقها ألف مد ناخد كلمة ايه القائم تمشي ألقائم ممكن تكتب ألقائد ماشي ألقائم أل نطع للألف واللام أوعى تكلم لي كمان لام با أل أل يبقى ألف واللام على طول يبقى كلمة دي لام قمرية أم بقى كلمة دي لام شمسي ليه لام شمسيه نطع الألف ونطع الحرف اللي بعد الألف مرتين ما جابتش سنت اللام خاص أل قا قا ما يقايا حيبقى بزي ماء مش دي ماء يبقى قا قا من غير حركات أقدر قراها من غير حركات أقدر قراها أه أقدر قراها ألف ولم أل هنا ما تنفعش ألف ولم أل لا لأن السين من حروف اللام الشمسي يبقى نطع الألف مع السين والله من غير شدة ومن غير فتحمل غير أي حاجة أقدر أمطع الكلمة بدون حركات خالص هنا أمطع الألف واللم وهنا مش أمطع الألف واللام هنا أمطع الألف والسين بس ليه الألف والسين عشان اللام لام شمسي يا أستاذ طب ما أنت ما أنتش عارف يا أستاذ لام شمسي يبقى نحفظ حروف اللام الشمسي التأ والثاء والدال والذال والراء والزيل والسين والشين والصاب والضاء والطاء والضاء واللام والنون 14 حرف إذا سبقهم ألف مفتوحة يبقى الألف بعدها لام إذا كانت الكلمة اسم وهنتكلم بالاسم والفعل فيما بعد إن شاء الله يبقى لاميقول لي الس السماء السماء دي أصلا اسم ولا فعل اسم هو موجودة السماء أي حاجة موجودة تبقى اسم السماء تمام السماء اسم آه ونطع الالف واللم أي نطع الالف واللام طالما اسمه ونطع الالف والسين يبقى هنا لام يبقى أس نطع الالف والسين أس بس ونطع السين مرتين ما قلناش كلمة شوفوا نحن قلناها كلمة إيه أسمر أسود أس ألف نطع الالف آه مفتوحة لكن السين نطعها مرة واحدة تمام تمام من غير كلام أس وهنا المن ملدي بالالف ونطع هي ماء ودي همزة آه الهمزة تنطع آه أو إي أو أو عادي خالص يبقى السماء تمام هنا القف مش من حروف اللام الشمسية يبقى همزة فالالف واللم أل والقف همزة بالالف تبقى ليه قا يبقى القا أم القا أم آه الهمزة هنا يا أستاذ أم الهمزة هنا مكسورة يا أستاذ عيوة بس قبلها ألف مد يا أستاذ تكتب على السطر غلط ليه يا أستاذ ما هي احنا قلنا تكتب الهمزة على السطر إذا كانت متطرفة نهائية وقبلها ألف مد وقال يجل في كلمة برضو كده متطرفة نشوفها إيه السماء من القا ام إيه 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 آه الهمزة مكسورة يا أستاذ ترسم الهمزة إيه على نبرة إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور لا دا اللي قبلها مش مكسور ما اللي قبلها إيه دا أستاذ مفتوح لا مش مفتوح حبيبي المد هو حرف ساكن المد حرف إيه ساكن يبقى القا إيه إيه يبقى همزة على نبرة أو على كرسي حسب كل دورة ما إيه ما بإيه بتعرف الهمزة دي مكتوبة إزاي القا ام ام يبقى قلف وإيه ومين آه الهمزة إيه والمين بتاع إيه القا ام عرفنا الهمزة كتبت على نبرة إيه كتبت الهمزة على نبرة لأن إيه مكسورة طالما الهمزة مكسورة تكتب على نبرة إلا بعد أحوال إن شاء الله ناخدها نستكمل باقي سلسلة الهمزات في الحلقة القادمة إن شاء الله إذا لم إذا لم يتبقى من الوقت شايد القائم ها هنا القارئ القارئ ال يبقى قلف ولم يا أستاذ قربوا عليك ال وقال لي إيه ألقاء ده نفس الكلام ألقاء أذقف مالذي بالألف يا أستاذ مش هنكتب حركات خالص ألقاء رئ رئ أيوة ري ري الرأى مكسورة ها الرأى هنا مكسورة ألقاء رئ رئ تكتب هنا الهمزة إيه علي بقى على نظرة لأ طبعا على سطر لأ طبعا وما تكتب الأمزة عليك يا حبيبي ما انت لسه ما كملتش الكلمة أصلا القاري ده هنا هنا مد يا حبيبي القاري مد بإيه مد بإيه بالياء بربع عليه القاري القاري ده القاري هنبولي القاري تكتب الأمزة هنا عليه على السطر ليه على السطر يا أستاذ مش أنا كتبتها هنا على السطر اكملناها متطرفة وقبلها ألف مد طب ما هي مرسومة على السطر لأن قبلها مد بالياء وهنا مد بالألف القاري عندنا كلمة تانية كمان بقى القراءة أل ألف وليعم أل ألقي 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 وأرجع عليك جيبك لما تانية طب ما مش أتنسى ما هو أمقض على السطيف أرجع أجيبك لما بس زي ما لطقتها ألقي را 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 ما هي دي بالألف را القراءة تكتب يا أستاذ على ألف عشان إذا كانت ترسم الهمزة على ألف إذا كانت مفتوحة أو ما قبلها مفتوح تمام وهنا القراءة ركز أولا ما ينفعش خط ألف هلو لسبب إيه لأن الحرف ده أساسا حرف ساكل المادة حرف ساكل ثانيا ما ينفعش ألفين وربعض ألا إذا كانت الألف سؤال أأنتم أنزلتموه أم نحن المنزلون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون القرآن يقول كده في صورة الواقعة أأنتم أأنتم الألف الأولى دي عبارة إيه بمعنى إيه هل أنت أنت اللي نشأت الشجرة أنت اللي خلقت الشجرة أنت أأنت فهنا القراءة الرأي هنا مد بالألف يعني ألف حرف ساكل جي بعدين منه همزة لازم تكتب على الصدر أهي بس يا رسالي أنت بتقول لي إذا كانت همزة متطرفة ونت بتقول القراءة يعني لسه فيه تاء برفع عليك هنتكلم في التاء الأول طب ليه يا أستاذ أيوة التاء للتأنيس التاء دي للتأنيس فقط يعني إيه للتأنيس ليست من أصل الكلمة ليست من أصل الكلمة جميلة بحط تاء عشان أنا بوصف إن اللي أنا بتحدث عنها أنت فالقراءة كلمة مؤنثة كلمة مؤنثة هل كل الكلمات المؤنثة تنتهي بتاء مربوطها لا طبعا لا طبعا مش كلها خالص زي إيه يا أستاذ رجاء اسم أنثة هناء اسم أنثة دعاء اسم أنثة أنثة هل هي انتكب بتاء مربوطة لا طبعا لكن التاء المربوطة لما توضع بتوضع للتأنيس عشان أنا عارب إن ده هي كلمة مؤنثة يبقى القراءة التاء هنا ليست من أصل الكلمة زيها زي الألف واللان الألف واللان برضو مش من أصل الكلمة ولا التاء المربوطة ولا الألف واللان ولا الضمير الذي يأتي في نهاية الكلمة من أصل الكلمة ولا الحرف الزيت الذي يبدأ في بداية الكلمة من أصل الكلمة يعني نقول والقراءة دي الوو دي مش من أصل الكلمة والألف واللان مش من أصل الكلمة ده الألف واللان عشان تعرف لي بس دي التعريف القراءة عرفت الهامزة كتبت على السطر ليه كتبت على السطر لأنه قبلها ألف ماد ما تقول ليش بعدها تاء مربوطة من التاء دي للتعريف بس نعمو عن نبي قال قراءته ناخد هنا المسؤول كده الحلقة والله يقربت تخلص خالص مش عارب ليه كده المسؤول 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 يبقى مين مسين المسؤول 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 هنا بقى تأتي حاجة اسمها تكتب الهمزة خارجة عن القاعدة خارجة عن القاعدة ازاي لها كلمتين اتنين لها شكلين اتنين الهمزة لها شكلين هنا في الوقت ده يا اما تكتب تبالك من الازرق على نبرة يا اما تكتب على نبرة يا اما تكتب بالشكل المس قول علماء المجمع اللغوي اقروا بهذا هاتين دي صح ودي صح اي واحدة فيهم تكتبها صح تقريبا الحلقة مش كاملة ان شاء الله نكتفي بازل قد ونستكمل في حلقة سابقة ان شاء الله اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او من خارج البلاد 00-20-0-211-69941 والقام الآخر نترككم في رعاية الامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبعتزر ازاكات القضاءة منخفضة لان لسه في تعديل في الكاميرا شكرا جزيلا براء الله فيكم احبوكم في الله على المشاهدة ان اعجبك الفيديو سجل اعجابك ولا تبخل باختراحتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتسلك فيديوهاتنا اليومية